ده كده فيديو لفلوسكا اسمها ريهام 24 1997 انا اتمنى ان هي تتكلم عن الخارجة الفلكية يعني هي دلوقتي كده ابتدت نص نص المشوار نص المشوار ان الناس تعرف تاريخ ميلادة بعدين ساعة وضقيقة الولادة تسأل ماما عليها وبعدين مدينة الولادة مدينة الولادة سهلة تعرفها يعني سهلة تعرف انت مولود فين مولود في القاهرة مولود في في الاسكندرية مولود في اي مدينة اسم القرية القرية اللي انت مولود فيها حتى القرية اللي انت مولود فيها بيبقى لها لها كده نقطة المركز او كده المهم يلا نرسم خريطة فلوسكا هنا كده ريهام اسمها ريهام تسعة سبعة عشرين اربعة سبعة وتسعين برضو كالعادة انا معرفش هي مولودة فين في اي مدينة بالزبط انا مش عارف مدينة الولادة حطتها يونايتد ارب امارات في ابو ظبي وساعة الولادة طبعا مجهولة ساعة ولادتها مجهولة يبقى مدينة الولادة برضو بالنسبة لنا مش هتفرق كتير لان احنا ما نعرفش ساعة الولادة ريهام خش على خطيطة ريهام عندها كواكب في الجوزاء نو هي نقلت علوم وتعرف كل حاجة طب من فين جابت نقل العلوم والله انا نفسي زاد نفسي مش لاقي كواكب في الجوزاء مفيش كواكب في الجوزاء طب في كواكب هوائية هنا كده في برج الدلو اه في المشتري في برج الدلو فده بيهتم دايما بما يدور في العالم كواكب الدلو على الطلاع بما يحصل في العالم ده هل عندها كواكب في برج الميزان لأ ما عندهاش برج الميزان الهوائي يبقى جوزاء الهوائي مفيش والميزان الهوائي مفيش ما نعرفش هو القمر دخل في برج الميزان ولا لأ لو إحنا جينا في يوم عشرين أربعة وشوفنا اللونور دايز يوم عشرين أربعة سبعة وتسعين القمر هيدخل في برج الميزان الساعة temanye ستة وتلاتين دقيقة صباحا يبقى لو هي مولودة بعد تمانية ستة وتلاتين هيكون عندها القمر في برج الميزاء لو هي مولودة قبل تمانية ستة وتلاتين صباحا هيكون عندها القمر في برج العزراء اللي هو ده هو واحنا جينا كده دوسنا نجوع هنلاقي هنا كده القمر في برج العزراء لو قدمت بس ساعتين كده القدام ساعتين يا باشا هتلاقي ان القمر دخل في برج الميزان الهوائي فاحنا ما نعرفش فين قمرها خارطتها الفلكية كويس انها عندها الظهرة في بيتها في برج الطور. يعني دي كده مؤشر مالي جيد. وبشكل عام المريخ المتراجع دي مشكلة كبيرة جدا وازمة غريبة عجبت الشكل. اه حتى البنت اللي من شوي تالا صفوان عندها تقريبا من المريخ متراجع برضو في برج القوس. شوف كده. الغريبة ان تالا صفوان عندها المريخ متراجع في برج القوس. اه هي ايه قصة النسوان اللي عندها المريخ متراجع ومشاهير في السوشال ميديا. وش السالفة? يعني وش وش قصتكم من تول اتنين. لكن البت لي عندها المشتري هوائي في برج الجوزاء اه طالا صفوان المشتري الجوزاء الهوائي. فولوسكا اه ريهام عندها المشتري في برج الدلو الهوائي. يبدو ان المشتريات الهوائية بيحبوا نقلوا العلوم بسرعة وخلصني خلصني. في كلام كتير جدا ممكن تقولوا في خريطة ريهام بس احنا ما نعرفش ساعة وضكوكة الولادة لكن اه مختصرا المختصر انه زحل الحمل ده ممكن يكون هو دلالة المشاكل في البشرة او احيانا عدم الثقة في النفس. المشتري اكتران اورانوس ونبتن اه القريبين من بعض. نبتن عندها في نهايات برج الجدي. لسه مدخلش برج الدلو. ولكن اورانوس والمشتري جنب بعض. هو ده دلالة وجودها او تواجدها في المجتمع ومواكبتها الاخر التطورات الموجودة بشكل عام. وممكن تقول كمان انه وجود المشتري في الدلو بشكل عام هو ده اه انسان يلاحق الترند او انسان ما بيفوتوش ترندات. يعني بيكون مطلع على الترندات ومطلع على ما يدور في المجتمع من احداث. وطبعا عطاردك تران الظهرة ممكن هو اللي يدي دلالة الثقافة وبقى اخد عندك دلالة الفن وا 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 وا. وعطارد المتراجع تحب تعيد الموضوع او تكره عنه كذا مرة وبعدين تعيده للناس او تشرحه للناس لان عنده عطارد متراجع. وعطارد المتراجع ممكن يكون دلالة احيانا سوق الفهم او اخطأ في الفهم او تصحيح الفهم او تصحيح المعلومات المغلوطة. وكلام كده كتير. اه اه. كلام كده كتير. حتى اورانوس متصل تربيع. بعطارد اورانوس متصل تربيع مع الظهرة وتربيعات اورانوس. اورانوس هنا دخل في الخريطة مع المشتري ودخل مع عطارد والزهرة. يبقى ده ليه دلالة بالان الانسان ده مواكب للانترنت مواكب للفضاء مواكب لكل ما هو جديد. وانسان يعرف اه يعني يهتم جدا بما يدور في المستقبل بشكل عام. فدي كان لمحة كده بسيطة عن خريطتها. اكيد في تفاصيل كتيرة جدا في الخريطة الفلاكية بتاعتها. ولكن احنا ما نعرفش الا حاجات بسيطة في خريطة فلوسكا. يا رب يا رب فلوسكا. والبت التانية اه تلا صفوان اهتموا بالخريطة الفلاكية. وان الناس تعرف ترسم خريطتها الفلاكية. يا رب يعرف يرسم خريطته من الفلاكيين. تحدي في دقيقة واحدة كيف ترسم خريطة فلاكية بسرعة بسرعة من موقع استرو ثيم. يلا بينا نروح في جوجل نكتب عشرين اربعة سبعة وتسعين في موقع استرو ثيم. تكتب بالعربي او الانجليزي استرو ثيم. تخش على الموقع الصفحة الرئيسية. بعدين تكبر الصورة وتدخل على حاجة اسمها هورسكوب اند اسندنت. الكلمة دي في البرسوناليتي هورسكوب اند اسندنت. او ريح راسك. تعال فوق خالص كده. عندي ناتا لتشارت. دوس ناتا لتشارت. صغر الصورة. اقفل الاعلانات. تعال هنا كده اكتب لي يا باشا البيت اسمها ريهام. احنا محتاجين بقى نحزف البتاع دي. اكتب كده ريهام. ريهام. واكتب ان هي عشرين اربعة. ادي عشرين. يا ولد بسرعة بسرعة. عشرين. اربعة ابريل. ابريل الف تسعمية. اكتب كده تسعة سبعة. هي مولودة فين? احنا احنا ما نعرفش يا مولودة فين? اكتب دبي. دبي بقى الهاوسز مش هتفرق معنا. ريهام عشرين ابريل نكست. وبعدين تدوس نكست تاني. لسم لك كده خريطة اه ريهام اللي هي اه فولوسكا. اه كالعادة عندها القمر في بداية اه برج الاحي. عندها القمر في بداية برج الميزان. واحنا ما نعرفش القمرها فين بالزبط. لان احنا نعرفش ساعة ولادتها ودي خريطتها. مقارنة احنا ما نعرفش فين مواقع الكواكب في البيوت. نعرف بس مواقع الكواكب في البروج. وبرضو احنا ما نعرفش هل موقع ليلث صحيح ولا لا. هو الموقع هنا راسم ان ليلث عندها في الدرجة تمانية وعشرين اسد. يلا نشوف البرنامج. ده البرنامج اللي بنستخدمه. ليلث عندها في الدرجة تلاتة في برج العزراء. في الليلث في الدرجة تلاتة تلاتة وتلاتين في برج العزراء. يبقى البت دي اه اه يعني القمر الاسود عندها في المكان الغلط. احنا قلنا دايما لا تعتمد على موقع استر وثيم في موقع ليلث. ما تنساش تكتف في البحث خريطة فولوسكا او خريطة ريهام هتطلع لك عشرين ابريل سبعة وتسعين. ده من موقع استر وثيم. ماشي? تحدي في دقيقة واحدة كيف ترسم خريطة فولوسكا عشرين اربعة سبعة وتسعين في دقيقة واحدة من موقع استر وثيك اللي هو احلى موقع ممكن ترسم منه خريط فلكيين. تجي في جوجل وتكتب استر وثيك وده موقع سهل جدا وتخش على كلمة تدوس اول واحدة اللي هو نتل اتشارت اونلاين وتقول الله عليك يا فخر العرب نتل اتشارت البت اسمها ما نعرفش اسمها ريهام اكتب هنا كده عشرين ابريل اهو عشرين جانيور اللي هو ابريل هنا اختار ابريل والف تسعمية انزل كده اختار تسع سبعة وتسعين وقول له احنا ما نعرفش ساعة ولادتها وبالتالي احنا نكتب اي مدينة وخلاص اكتب دبي اشتفرق معنا دبي الامارات العربية المتحدة او ساعة الولادة مجولة ودوس كالكوليت اتشارت احسب لي الخريطة يا معلم حسب لك الخريطة درج المحترق مطالة دي يا ابن الحلو لسه ما نسمش الخريطة البرنامج جات له طبعا الموقع كان حامل في الشهر الاول فتاخر في رسم الخريطة الفلاكية في هنا بقى كلام كتير جدا دي الخريطة الفلاكية بتاعتها ايه عندها الشمس في الدرجة صفر في برج الطور الشمس في الدرجة صفر في برج الطور وممكن يعني هنا كده هو بالقلم كده هو والزهرة تيجي كده هو برضو بالماجيك دي الزهرة في الدرجة اربعة واحد وخمسين في برج الطور اعتارد في الدرجة تمانية وطبنتاشر في برج الطور والشمس في الدرجة صفر وستاشر في برج الطور وعندها زحل في الحمل في الدرجة اتناشر وستة واربعين دقيقة فلاكية في برج الحمل وعندها العقدة الجنوبية في الدرجة السبعة وعشرين وخمستاشر دقيقة فلاكية في برج الحوت. وكالعادة دايما بتكون ار ريترو جريد يعني متراجعة. ودي كده الخريطة الفلاكية لفلوسكا. ممكن تيجي هنا كده وتقول له داونلود او فولت شارت. يعني ارسمنا الخريطة كله على بعضيها. وهنا كده يرسم لك الفولت شارت بتاعتها او الخريطة كله على بعضيها. اه وهيقول لك بقى ان عندها زحل في برج الحمل. وعندها القمر هوائي والمشتري اورانوس هوائي. وعندها الشمس طرابي ونبطن طرابي وعطرد طرابي والزهرة طرابي والمريخ في برج طرابي والزهرة والمريخ في برج طرابي والعقدة الشمالية والليلث كله ده في برج طرابي ومعندهاش اي كواكب مائية.